اعقد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا هذا واستعرض الدكتور محمد بن مبارك أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم الإجراءات المتعلقة بالتعليم في المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة وفق آليات الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا كما تعلمون النظام التعليمي في مملكة البحرين سوف يتبع نظام الإشارة الضوئية وبالتالي فإنه في حال اللون الأحمر أو في المستوى الأحمر سوف تكون الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية من خلال التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بعد في حال الدراسة أو في حال المستوى الأخضر والأصفر والبرتقالي فسوف تكون الدراسة من خلال النظام الحضوري وأيضا من خلال التعلم عن بعد وسوف يترك الخيار في ذلك إلى أولياء الأمور لتحديد نوع النظام التعليمي الذي يودون الحاق أبنائهم به طبعا هذا فيما يتعلق بنوع الدراسة وفق المستويات أو مستويات الألوان التي تطبق على مستوى الإشارة الضوئية طبعا فيما يتصل بنسبة الحضور كما تعلمون في حال دخلنا إلى المستوى الأحمر لا قدر الله فسوف تكون طبعا الدراسة من خلال التعلم عن بعد ولن تكون هناك نسبة حضور فيما يتعلق ببقية الألوان الأخرى الأخضر والأصفر والبرتقالي فإن نسبة الحضور في اللون الأخضر سوف تصل إلى 100% حسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة مع اشتراطات التباعد الاجتماعي في اللون الأصفر سوف تنخفض نسبة الحضور إلى 50% مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفي اللون البرتقالي تنخفض نسبة الحضور إلى 30% مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي طبعا فيما يتصل بعودة الهيئات الأكاديمية والإدارية والإشرافية فإنه فيما يتصل بوزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الحكومية فسوف يتكون الاستعانة بالكوادر البشرية بقدر ما تحتاجه جميع المؤسسات المدرسية الحكومية وما تحتاجه جميع الإدارات والقطاعات التعليمية في وزارة التربية والتعليم أما فيما يتصل بالمدارس الخاصة فيترك القرار في ذلك إلى الإدارات المدرسية حتى تحدد النسبة والعدد المطلوب من الكوادر البشرية المطلوبة لتسيير اليوم الدراسي